هذا وتواصل وزارة الداخلية جهدها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون حيث أسفرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال الشهر تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 38.166 قضية تمونية متنوعة من بينها 149 قضية بيع استوانات غاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت 28.181 استوانة تقدر قيمة الغاز المدعم فيها بسلسة ملايين وثمانمائة واربعة ألف واربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها وضبط 134 قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت مليونين وستمائة واربعة وخمسين ألفا وسبعمائة واربعة وثمانين لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط 551 قضية استيلاء على الدعم بمضبطات بلغت أكثر من ألفين وواحد وتسعين طن سلع مدعمة وضبط 35 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبطات بلغت قرابة مائتين وخمسة وخمسين طن كما تم ضبط 1321 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر بمضبطات بلغت أكثر من 3143 طن سلع غزائية وغير غزائية كما تم ضبط أكثر من 23 ألف مخالفة للمخابز بمضبطات بلغت 783.5 طن إضافة إلى ضبط 25 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزياد من السعر بمضبطات بلغت 426 طن أسمنت و14 طن حديد كما تم ضبط 1248 قضية في مجال البيع بأزياد من السعر للسجائر بمضبطات بلغت 344.267 عبوة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصرية ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4.19.279 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1.290.276 مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 19.803 من قائد المركبات تبين إيجابية عدد 1037 سائقا منهم كما تم المرور على 1037 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4269 من سائق حافلات المدارس وتبين سلبية جميع الحالات كما تم فحص 537 مركبة وتبين مخالفة 16 مركبة لشروط الصلاحية الفنية كما تم رفع 1577 سيارة ومائتين واثنتين وسبعين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية تم ضبط 37476 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوزة كما أصفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 2611 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 4577 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 1436 مخالفة الزجاج الملوم بدون ترخيص وضبط 11085 مخالفة ملصقات وضبط 139 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية وفي مجال قضايا التيار الكهربائية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 347449 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 303.791.799 جنيه وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1146 قضية من بينها 678 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 468 قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 173 قضية بقيمة مالية بلغت 370.225.588 جنيه أبرزها ضبط 134 قضية في مجال الإتجار والتعامل في النقد الأجنبي بإجمالية مبالغ مالية تعادل 205.868.868.368 جنيه وفي مجال الجرائم المصرفية تم ضبط 45 قضية بإجمالية عدد 19 متهمة لقيامهم بالنصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بتلك البنوك أو شركات المحمولة بإجمالية مبالغ مالية مستولى عليها بما يعادل مليون و 12 ألف جنيه وفي مجال قضايا التهرب الضربية تمتنت أجهزة الوزارة من ضبط 10.653 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 18 مليار و 723 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستذاء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 24 مليون و 225 ألفا وتسعمائة واسنين وتسعين جنيه